الأخت تسأل عن لعب الكتشين للتسلية والجواب المؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه المؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم لا يضيعون ساعة إلا وهم في شغل للدين أو للدنيا لا أقول بأن المؤمن يقضي وقته كله في طاع لأن النفس جموح ولأن النفس قد تصبه بشيء من السائم والملل لكن ليس معنى ذلك أن يضيع وقته في مثل هذا الكتشين أو الشطرنج أو الضمن أو الطولة إلى غير ذلك فوقتك أيها الحبيب أغلى من هذا وقتك أغلى من هذا كان السلف يقولون إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري وقد أقسم الله جل على بالوقت في آيات كثيرة من القرآن ليبين شرف الوقت وقدر الزمان قال تعالى والفجر وقال تعالى والضحى وقال تعالى والليل إذا سجى وقال تعالى والعصر فما أقسم الله جل وعلا بشيء إلا ليبين لنا أهميته فهذا بيان لعظيمي هذا المقسم به ألو هو الوقت فلن بغي أبدا أن تضيع ساعة من عمرك حتى ولو كنت لست في عمل من أعمال الدنيا حتى ولو كنت لست في عمل من أعمال آخرة فانشغل بعمل من أعمال الدنيا يعني المؤمن لا تراه فارغا قط لا من عمل للدين ولا من عمل للدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فننصح إخواني أن لا ضيعوا الأعمار والأوقات في مثل هذا وأن يشغلوا أنفسهم بعمل للدين أو بعمل للدنيا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغبطون لا ممن يغبنون إنه ولي ذلك والقدر عليه